تجربة مرة دي غيرت نظرتي للحياة وكشفت ردف علها بعد تشخيص والدتها بمرض السرطان صدفة عجيبة تصدرت الترند بتفاصيل جديدة كشفتها الأول مرة عن إصابتها بالسرطان تعالوا نعرف التفاصيل كند علوش في لقاها مع مونة الشازلي في يونيو اللي فات قالت إن بداية المرض كانت بعد ما حست بألم في السادي وهي بتردع ابنها كريم بعد 9 شهور من ولدته ولكن الإيجابية والأمل كانوا رفقاء كند علوش في رحلة العلاج ومن ساعات استضاف برنامج كلام نواعم على MBC كند علوش عشان تتكلم عن تجربتها مع سرطان السادي في إطار حملة التوعية اللي بتحصل في شهر أكتوبر كند أكدت في البداية إنها عندها تاريخ مرضي في العيلة مع السرطان لإن خالها وجدتها وخالتها كانوا مصابين بيه ولما حست بالأعراض وعملت الفحصات اتأكدت إن الورم خبيث واستقبلت الخبر بكل هدوء وردة وفضلت تخوض رحلة العلاج لوحدها من غير ما تشارك جمهورها أو أصحابها عشان ما تحسش بالتشتيت وقالت كند أن أول واحد عارف هو زوجها الفنان عمري يوسف وحسسها بالطمأنينة والسكينة في نفس اللحظة وقالت كند علوش دي نعمة هفضل أشكر ربنا عليها طول عمري ما اعتبرتش الموضوع كفجعة لكن كظرف عادي طبعا كان معايا زوجي وأسرتي وأصدقائي لكن حسيت لو مشيت الطريق لوحدي هكون أكتر تركيز وهتعلم من التجربة وخلال لقاءها صدمت كند علوش المتابعين لما قالت إن والدتها تشخصت في نفس توقيت مرضها بمرض السرطان ودي كانت صدفة غريبة جدا حصلت في نفس الشهر وقالت إنها بعد التجربة دي بقت شايفة الحياة بشكل مختلف وعرفت توزع أولويتها بطريقة صحيحة وكمان أكدت إنها أعلنت عن خبر مرضها لما حسيت إنها قوية عشان تدي أمل وقوة للناس وحاكت تجربتها بطريقة تحسس بالأمل والإيجابية ورغم إنها لسه ما خلصتش مرحلة العلاج بشكل كامل ولكنها متفألة وعندها أمل دايما ودعت ربنا يفضل معاها في خطوات علاجها الباقي ويتم شفاءها على خير وبرسلة ملهمة وجهت كند علوش كلمات لكل السيدات اللي بيمروا بالتجربة دي وقالت عايز أقول لكل أم وسيدة وإمرأة بتواجه الموضوع ده أنت قوية ربنا مديكي قوة أكبر مما تتخيلي ولو قدرتي تتقبلي الموضوع بإيجابية وحب ورضا هتعدي منها من غير خوف أقول لنا أنتم هل عندكم نفس القوة لتقبل التحديات اللي بتواجهكم زي كند علوش؟ ترجمة نانسي قنقر